دايماً بنحب نربي الفراخ البلدي وده مش علشان ناكل منها أو بنفضل طعمها بالعكس لأن كتير مننا وخصوصاً الشباب الصغير مش بيحبزوا طعمها إلا الذويء والفاهمين لكن بيفضلوا الفراخ والتجاري اللي عمرها 45 يوماً لكن هدف تربيه الفراخ البلدي دايماً بيكون علشان خاطر البيض أولاً انت عارف إنه طازج وكمان مصدره مضمون وبإيدك تأكل بيضه عليه القيم الغذائي طالما بتهتم بالقطيع وبتغذيه كويس خلينا بداية نتفق إن دايماً الفرخ اللي عدا عليها السن أصبحت جاهز للأكل اللي الذويقه ودي نصيحه مني لأن الفرخ بعد أول سنه من وضع البيض بتبدأ تدريجياً في التقليل من الإنتاج ثانياً بتكون معرض لأي مرض وخصوصاً صيفاً وده بيكون بسبب الوزن الزائد يعني الكوميه اللي هنستقبلها هتبدأ في وضع البيض بعد ست شهور وبعدين نأخذ منها أحلى انتاج خلال سنه وفي خلال السته أشهر الأخيرة من العام العام الثاني بتفرز الدجاجات حسب حاله كل واحدة وكمية انتاجها وبنستفاد بيها كدجاجه مائدة طيب إي أهم النقط لو حبيت أربي بلدي بيض؟ واحد مصدر موثوق منه اثنان علف موثوق منه ثلاثة الاهتمام بأول فترات العمر وخصوصاً أول أسبوع مية وعسل أسود أول يوم وعلف بادي 22% وقد ثلاثة ومكان جيد التهويه ومش برد أربعة النظافة خمسة عط طيورك على أكل صحي خلال فتر حياة اللي مش هتعدي السنتين يعني أبداً متأطعش نسب العلف في أكلهم ولا تقطع بقايا الخضار المنزلي غير الفاسد وإضافة الفيتامينات في الميه وتوفير الحجر الجيري والأحمر بعد تكسيره ست محاربه الديدان في إمعائهم باستمرار جرعه كل شهر أو شهرين سترات ببرازين بيطري سبعة يستحسن أن لا يكون هناك نوعاً أخر من الطيور مع الدجاجات البياضة أو بمعنى تاني توفير المساح والكافيه والهدوء للنداء عام المهم في كثره البيض ثمانية محاربات نوع من أنواع الحشرات داخل الريش بالرش المستمر بأكتوميثرين بشري كل شهر تقريباً تسعة الهدوء والأمان من أي حيوانات مفترسة أو أطفال وتخص أماكن وضع البيض لاحظوا أن كل نقطه من دول في غايه الأهمي ويمكن بسببها يفشل معاك المشروع بالكامل وفي النهاية بتمنى للكل التوفيق والرزق اشتركوا في القناة